أيها الإخوة والأخوات مرحبا بكم في لقاء الإربعاء هذا اللقاء يجمعونها بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان أضو هيئة كبار العلماء وأضو اللجنة الدائمة للإفتاء أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء حياكم الله وبارك فيكم فضيلة الشيخ في مستهل هذه الحلقة والمسلمون يستقبلون هذا الركن العظيم من أركان الإسلام وهذه الفريضة العظيمة المسلم كيف يحقق التوحيد في الحج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن التوحيد هو الأساس في جميع العبادات في الحج وفي غيره وكل الأعمال مبنية على التوحيد فإذا لم تكن مبنية على التوحيد فهي باطلة ومردودة والحج والعمرة قال الله جل وعلا فيهما وأتم الحج والعمرة لله وإتمام الحج والعمرة أداء المناسك على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله خذوا عني مناسككم فتؤدى المناسك على الصفة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها هذا إتمام الحج والعمرة وقوله لله هذا يعني الإخلاص لله عز وجل بالتوحيد فلا يكون في حجه شرك لا شرك أكبر ولا شرك أصغر كالرياء والسمعة وإرادة طمع الدنيا وغير ذلك وإنما يكون الحج والعمرة خالصين لوجه الله عز وجل يرجو ثوابه ويخاف عقابه والتوحيد واضح في الحج والعمرة من حين يحرم وهو يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك قوله لا شريك لك هذا توحيد لأنه ينفي الشرك بجميع أنواعه ويؤسس الحج والعمرة على التوحيد الخالص ويكرر هذه التلبية ثم أيضا في بداية الطواف في كل شوط يكبر الله سبحانه وتعالى عند الحجر الأسود وفي بداية كل شوط وكذلك يلهج بذكر الله في أثناء الطواف وكذلك في السعي يقف على الصفاء يستقبل البيت ويقول لا إله إلا الله أحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم يدعو بالدعاء ثم ينزل ويمشي إلى المروة إذا صعد على المروة فإنه يقول ما قاله على الصفاء لا إله إلا الله أحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفيما بين ذلك يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفاء والمروة ورمي الجمار لذكر الله عز وجل وكذلك أفضل الدعاء دعاء عرفة قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من بعدي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وكذلك في المبيت بمزدلفة يذكر الله عز وجل أذكر الله عند المشعر الحرام فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وكذلك حينما يرمي الجمرة يرفع يده بالحصات ويقول ويقول بسم الله يقول بسم الله الله أكبر يكبر الله سبحانه وتعالى وكذلك عند ذبح الهدي يذكر الله عز وجل ويسمي الله يقول بسم الله والله أكبر وعملا بقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف ودائما التوحيد وذكر الله ملازمان للحاج والمعتمر والله جل وعلا قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وشد ذكرى ثم قال ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم دائما التوحيد على لسان المؤمن وعلى قلبه وعلى أعماله في جميع أعمال الحج فالحج كله توحيد كله إخلاص لله عز وجل واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله إليكم وبرك فيكم الشيخ صالح التفقه في المناسك في الحج له أثر في حياة الحاج وهو يطبق هذه الأحكام وفق المنهج النبوي حتى أيضا لا يقع في المحظور نجد كثير من الناس يرجع وقد أخطأ كثيرا في مناسكه ما أهمية التفقه في مناسك الحج؟ نعم كذلك لا بد أن يتفقه في العبادة كيف يؤديها في الحج وفي غيره والحج ولله الحمد كتبت فيه مناسك مختصرة ومطولة ما أخوذ من الكتاب والسنة فعلى من يريد الحج أن يقرأها ويتمعن فيها ويتأملها ويعرف ما المطلوب منه في حجه وعمرته وما أشكل عليه يسأل أهل العلم عنه لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فلا يؤدي الحج ولا غير من العبادات على جهل وإنما يؤدي كل عبادة كما أمر الله على علم من الكتاب والسنة ما فهمه فالحمد لله وما لم يفهمه يسأل عنه أهل العلم ليبينوا له ويوضحوا له فلا يبقى في جهله ويأتي بالمناسك يقلد فيها فلانا أو علانا وإنما يؤديها كما شرع الله ورسوله وهذا إنما يكون بالقراءة وبالسؤال وبحضور الدروس ومجالسة أهل العلم كل ذلك مما يعينه على أداء مناسكه على علم وعلى بصيرة نعم نبدأ بالاتصالات من الإخوة والأخوات ونأخذ عبد الله تفضل يا أخي عبد الله حالو سلام عليكم عليكم السلام عندي أربع أسرة أرفع صوتك عبد الله لو سمع عندي أربع أسرة تفضل السؤال الأول بغي تسأل عن كتاب فق السنة السؤال الثاني بغي تسأل عن كتاب تفسير المنق نعم نعم السؤال الثالث بغي تسأل الحجب تنتصري حرام نعم السؤال الرابع بغي تسأل عن كتاب الروح طيب شكرا يسأل عن بعض الكتب فق السنة يا شيخ نعم فق السنة فق السنة هو الفق المأخوذ من الكتاب ومن السنة وكل ولله الحمد كل كتب المجاهب الأربعة كلها على فق السنة نعم طيب الحج فضيلة الشيخ بدون تصريح يكون مخالفا لأمر ولي الأمر ومعرضا نفسه للمسؤولية فيتمشى على النظام الذي شرعه ولي الأمر للحجاج وذلك لمصلحتهم وخشية الزحام والمشقة والخطر عليهم فهو مقصود لمصلحتهم فلا يحج إلا بتصريح ليسلم من المسؤولية نعم الكتاب الثاني تفسير الطبري وكتاب الروح لابن القيم تفسير الطبري هذا أم التفاسير وهو الأصل في التفاسير لأنه تفسير شامل ومستوعب للتفسير وكل المفسرين الذين جاءوا من بعده إنما ينقلون منه أو يتمشون على ضوئه وأما كتاب الروح لابن القيم فهذا يبحث فيه مسائل الروح ومتعلقاتها وفيه من العجائب والغرائب الشيء الكثير فيه فوائد كثيرة وفيه أمور غريبة ولا يصلح أن يطالع فيه إلا طالع العلم الذي يميز فيأخذ ما يستفيد منه وما اشتبه عليه يتركه نعم أحسن الله لكم من الطائف الأخ محمد فضليا محمد أهلوه السلام عليكم عليكم السلام بغيتة الشيخ على الاستفراغ ينقلوا وضوب بالنسبة للرجل أو للطفل لا للرجل للرجل الاستفراغ طيب نعم الشيخ صالح نعم يقول بإذن استفراغ الإنسان هل هذا ينقض الوضوء نعم الاستفراغ ينقض الوضوء ينقض الوضوء وعليه أن يتوضى لأنه خارج من المعيدة ينقض الوضوء وجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قواه فتوضى نعم بعض الأحوات أيضا يسألنا فضيلة الشيخ يكون معها الطفل الصغير فيستفرق على ثيابها تقول هل هذا أيضا يكون من النجاسة نعم الاستفراغ نجس ينقض الوضوء وهو أيضا نجس فيغسل ما أصابه من البدن أو من الثوب نعم أحسن الله إليكم من أسئلة الحج اللي أخ عبد الله يقول من عليه ديون كثيرة في هذا الزمان هل يتوجب عليه الحج نرجو التفصيل في ذلك إذا كان عنده مال يسدد الديون ويتمكن أن يحج منه في نفقته فلا بس يجب قد يجب عليه إذا لم يؤدي الفريضة أو يستحب له إذا كان أدى الفريضة يستحب له الحج نافلة أما إذا كان المال الذي عنده قليل كان قليلا ولا يتسع لسداد الدين وللحج فإنه يبدأ بسداد الدين ولا يحج نعم الأخ عبد الله يقول أرجو من فضيلة الشيخ حفظه الله كلمة توجيهية لأصحاب الحملات في وقتنا الحاضر لأنهم يستفيدون من توجيهات الشيخ نعم على أصحاب الحملات أن يتقوا الله عز وجل وأن لا اتخذوا الحملات مصدر الارتزاق فقط وإنما يرفقوا بإخوانهم وأن يمكنوهم من أداء المناسك على الوجه المطلوب ولا يشق عليهم أن ينزلوهم في ميناء أن يمكنوهم من المبيت أن يمكنوهم من الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس أن يمكنوهم من المبيت في المزدلفة معظم الليل أن يمكنوهم من المبيت في ميناء ليالي أيام التشريق وهكذا يعينوهم على أداء المناسك ولا يتلمسوا لهم الرخص وقول فلان وعلان لأجل أن يتوفر لهم المال فلعليهم أن يوفوا بما تعاقدوا عليه مع الحجاج ولا يبخسوهم شيئاً لا يطمعوا في أموالهم ولا ينقصوا شيئاً من مناسكهم لأجل أن يستفيدوا من المال والتوهير نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذه الأخت تقول بأنها تخشى الزحام خصوصاً في أيام العج وذروة الحجيج فتجأل من طواف الوداع والإفاظة تخرج إلى جدة هناك وتجلس وترجع إذا خف الزحام لإكمال ما تبقى من هذا النسك نعم إذا كانت تحتاج للذهاب إلى جدة قبل أن تطوف للإفاظة فإنها تذهب ثم تنزل إلى مكة وتؤدي طواف الإفاظة وإذا كان هو الأخير وتسافر بعده فإنه يغني عن طواف الوداع وإن تأخرت بعد طواف الإفاظة في مكة فإنها لا بد أن تطوف للوداع عند السفر نعم وإذا كان ذلك بعد رمي الجمرات يا فضيلة الشيخ في أيام الثاني عشر والثالث عشر يعني إذا نفرت من منا النفرها الأولى نعم تعجلت في يومين نعم يا شيخ واحتاجت للذهاب إلى جده نعم 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 الله أحب لا بس كما ذكرنا الحمد لله تذهب لكن على شرط أن تعود وتكمل حجها نعم أحسن الله إليكم الحاج المبتدئ الذي يحج لأول مرة بأي المناسب نعم تفضل الشيخ نعم إذا إذا ردت أن تحج من الرياض في طائرة الإحرام معلوم أنه لا يكون إلا عند الميقات إذا مررت محاذيا للميقات في الجو تحرم وأنت في الجو وهم ينبهون على قرب الميقات من أجل أن تستعد لذلك وإذا أنك اغتسلت في الرياض ولبست ملابس الإحرام لأجل أن تكون مهيئة للإحرام عند المرور بها جوا فلا بس بذلك لكن النية هو الدخول في النسك إنما يكون عند الميقات فتنوي وتلبي إذا حاذيت الميقات نعم الحاج بمنى شخص صالح بماذا يشتغل وبماذا يمضي وقته كما قال الله جل وعلا وذكروا الله في أيام معدودة فيمضي وقته في ميناء بذكر الله بما شرع الله جل وعلا من الصلوات الخمس في ميناء قصرا بلا جامع ومن ذبح الهدي ورمي الجمار كل هذا لذكر الله عز وجل المبيت بها بميناء ليالي أيام التشريق هذا كل من ذكر الله عز وجل نعم تفضل يا أخي أحمد من تابوك السلام عليكم عليكم السلام 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 عليكم السلام عليكم يا شيخ والذكر بس اتفضل تفضل كنا بالخرج والذكر عسكر دورتات شرق أحمد اكسر التلفزيون اكسر التلفزيون يا أحمد ما كنا اتبساط الجمعة ما كنا اكسر التلفزيون شوي أيوة تفضل تفضل طيب ما كنا البيت بساطة جمعة الزكري يا شيخ أيوة يقول يقول تتعتبرون المرابطين يقول افتانة فيها بندازة رحمه الله جاغبوا لنا فتوى هل هذا لشيء ولا لا شكرا نعم نعم يشتغلون يا فضيلة الشيخ في الأمن ويقول نصلي الجمعة في أماكنهم نظرا لأنهم يحرصون وأيضا يشتغلون في الأمن صلاتهم للجمعة فضيلة الشيخ خلال هذه المدة ثلاث شهور مداموا بعيدين عن الجوامع يصلونها ظهرا يصلونها في مكان عملهم ظهرا ولا يصلوها جمعة إلا إذا كان عندهم جامع يصلى فيه تقام فيه الجمعة فيصلونها مع المسلمين أما إذا كانوا في مكان بعيد عن الجوامع من أجل عملهم فإنهم يصلونها ظهرا نعم الحمد لله فيصل تفضل يا أخي السلام عليكم عليكم السلام كيف حال يا شيخ حياك الله حياكم الله الله له هناك عندي سؤال واحد أول شيء الله يرحم أمواتنا وموات المسلمين وأطلب من الله منك إن شاء الله تدعي إلى أمواتنا وموات المسلمين الله يرحمهم جميع آمين السؤال الله يرحمه الله عليه ومواتنا وفيصل أبوه رحمة الله عليه أننا عارفين أن الأضحية تكون للأحياء أكثر من الأموات أن تشرك بالأحياء الموت فجميع أخواني كلهم كلني بيضحي وما شاء الله تبارك الله إذا ضحينا كلنا نحو ثمان دبايح أو تسعة دبايح فهل يجوز أننا انتقاط أو انتشار كلنا على أضحيتين أو على ثلاثة أضحيات بس لكن هذا تقبل فعلا لو أننا كانت جمع مننا أو لازم يقوم بكل واحد الحال طيب شكرا كل بيت كل بيت يا أخي يشرى لهم الأضحية ولا يشتركون أصحاب البيوت في أضحية واحدة كل بيت يضحون عن أهل بيتهم هكذا السنة وإذا أشركتم والدكم في أضحيكم أو ضحيتم له أضحية مستقلة وكل ذلك حسن والأضحية مشروعة عن الحي وعن الميت لأنها عبادة وفيها أجر عظيم وفيها صدقة تنفع الميت بإذن الله نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يوم عرفة يوم من أيام الله بعض الناس شيخ يعني يمضي معظم هذا اليوم في الانشغال في الطبخ والروحات والجيات ويترك التفرغ لهذا اليوم العظيم أما الحاجات الملزمة مثل الطبخ مثل إحضار الحاجات وإحضار الماء ونحو ذلك فلا بأس بذلك هذا من التعاون على البر والتقوى وأما إمضاء الوقت في غير ذكر الله وبغير أعمال يحتاجون إليها فهذا تفريط وضياع للوقت بدون فائدة فعليهم أن يستغلوا حتى الذي يشتغل يستغل وقته بذكر الله وبالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل في هذا اليوم وفي هذا المكان نعم أحسن الله لكم مبارك فيكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول أمام الحي عندنا أراه في صلاة العشاء يقرأ من طوال المفصل ومن أوساطه ولا يقرأ من قصاره شيء هل فعله صحيح؟ فعله صحيح إذا قرأ من القرآن ما تيسر من القرآن ففعله صحيح إلا أنه لا يطيل القراءة في صلاة العشاء وإنما يقرأ من أوساط المفصل الليل إذا يغشى والشمس وضحاها وقصة متوسطات السور من المفصل وإن قرأ من غير المفصل لكن لا يطيل فلا بأس بذلك نعم هذا يسأل شيخ عن النيابة في الحج متى تصح وماذا على النائب والمنيب النيابة في الحج تصح عن الميت سواء فريضة أو نافلة عن الميت أو عن الحي العاجز الذي لا يستطيع مباشرة الحج لا يستطيع السفر والركوب للحج وهو لم يؤدي فريضة الإسلام فيجب أن ينيب عنه من يحج عنه ويؤدي الحج للموكل كما يؤديه عن نفسه نعم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول تزوجت أختي وهي في الأربعين ولم تحج ولم يحججها الزوج ويسوف بها ويماطل هل تسقط عنها الفريضة؟ لا مدام عندها محرم من محارمها لا تسقط عنها الفريضة ولا يحل لزوجها أن يمنعها من حج الفريضة كما لا يمنعها من فرض الصلاة وفرض الصيام لا يمنعها من فريضة الحج بل عليه أن يسمح لها وأن يساعدها إذا كانت تحتاج إلى مساعدة وتعاون على البر والتقوى فهذا من الإحسان إليها والإعانة على البر والتقوى نعم تفضلي أخي محمد من الرياضة السلام عليكم عليكم السلام وعليكم السلام الله يحلي تفضل شيخ أنا بغير شرع شهادة مقدمة على وظيفة والوظيفة ما لا دخل بالشهادة الشهادة بس فقط روتين يعني اسمنها مع وعمال ما هي ما على الشهادة أنا بأدخل فيها كفي الشرق بس ما الشهادة بيه مع أنا ما أسجلك على الشهادة معي بس طرع يسمي أن الشهادة بيهي مع لما هي مع الشهادة أبغير شرعها يا أخيها هذه أمور النظامية تمشي على النظام فيها فإذا كان العمل الذي تطلب توظف فيه يطلب منك الشهادة الدراسية فلا بد منها لأن هذه أمور النظامية عليك وعلى غيرك نعم أحسن الله ما حكم مسابقة الإمام في الصلاة يا فضيلة الشيخ حرام مسابقة الإمام في الصلاة قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليأتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع إلى آخر ما ورد في الحديث أن أفعال الإمام أن أفعال المأموم تكون بعد أفعال الإمام لأن هذا معنى الاقتداء لا يسابقه ولا يوافقه أيضا بل يتأخر عنه نعم أبو دانا من الرياض السلام عليكم مساك الله بالخير يا شيخ عبد الكريم مساك الله بالخير يا شيخ من الفاضل الله يحييك تفضل الله بالخير يا عامنا أنتم بخير إن شاء الله تقبل الله منه يا شيخ أنا عندي سؤالين الحقيقة سؤالين لزوجتي أنا لكن سؤالين الأول يقول ما حكم نفس العباء على الكتف وهي واسعة في الفاضة السؤال لا يا أخي سم خلينا جاوب على الأول سم سم توضع عباءة المرأة لا تكون على الكتفين عند الخروج وإنما تضعها على رأسها لتضفي عليها وعلى لباسها واسعة يا شيخ الله يحفظك في الفاضة عليها طرحة لا بد تكون لا بد تكون واسعة لو كانت ضيقة لا تجوز سؤال الثاني الله يحفظك ورعاك ما حكم قصة الشعر الحاجب من نفس الشعرة وليس من ممة الشعرة نفسها يعني لا يجوز التعرض للحاجب لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامسة والمتنمسة والنامسة هي التي تأخذ شعر حواجبها أو تأخذ منها ألا يجوز التعرض للحواجب هذا كبير من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعلته نعم أحسن الله إليكم فضيلة شيخ هذه الأخت مع زوجها ركبوا الطيارة للسفر ولا يصلون إلى المدينة إلا بعد ثلاث ساعات عند دخولهم صلاة الظهر هل يجمعون ويقصرون أو يؤخرون ما داموا في الطريق هل لهم الجمع والقصر أما إذا وصلوا إلى بلدهم قد انتهى السفر وانتهى القصر والجمع ويصلون كل صلاة في وقتها مع إتمامها نعم إذا صلوا في الطائرة جمعا وقصرا فضيلة الشيخ نعم إذا كانوا تمكنون من نعم إذا صلوا في الطيارة جمعا إذا كانوا إذا كانوا يتمكنون في الصلاة في الطائرة لهم كان يصلون فيه فهو كما لو صلوها على وجه الأرض يجمعون ويقصرون نعم فضيلة الشيخ الأخت تقول توفي ولدي عمره 17 سنة بالمرض الخطير ولم يحج وأنا أمه ليس لدي أيضا أقارب كيف أحج عنه إذا أردت أن تحج عنه فإن تمكنت من الحج عنه بنفسك بأن يكون معك محرم وتذهب تحج عنه وإذا لم تستطيع وكل من يحج عنه تدفع له تكاليف الحج نعم الحمد لله أبو عبد الله من عنيزة تفضل أخي أبو عبد الله السلام عليكم عليكم السلام إياك الله يا شيخ ما عندي سؤالان جزاك الله خير السؤال الأول إذا كانت المرأة في سفر وليس لديها ما تزيل من مناكير وخشية من خروج الوقت خشية من خروج الوقت ماذا تصنع هذا السؤال الأول طيب يجاوب الشيخ لحظة لابد من إزالة ما ما يحول دون وصول الماء لابد من إزالته في السفر وفي غيره ما عنده يا شيخ ما تزيل به نعم ما عنده ما تزيل به المناكير على كل حال يجب عليها إيصال الماء إلى الجلد إلى البشرة فإذا لم تستطع إزالته الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم أتصلي على حسب حالها نعم أحسن الله إليكم ما هي الأعمال المشروعة في اليوم العاشر منذ الحجة الأعمال المشروعة في اليوم العاشر بالنسبة للحجاج المناسك الأربعة رمي الجمار وذبح الهدي وحلق الرأس والطواف والسعي إذا أمكن هذا ولو فرقها في أيام التشريق فلبس بذلك ويستغل أيضا بذكر الله بالتكبير وأما بالنسبة لغير الحاج فيصلون العيد ويذبحون الأضاحي ويذكرون الله عز وجل في أدبار الصلوات جماعة في أدبار الصلوات جماعة مكبرون سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد دبر كل صلاة في جماعة في أيام التشريق نعم ما زلنا معت صلاة الإخوة والأخوات أبو عبد الله من مكة تفضل أخي أبو عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفضل أبو عبد الله عندي سؤالة من الله يرضى عليك طيب قصر التلفزيوني شوي أبو عبد الله لو سمحت طيب طيب تفضل يا أخي معك الشيخ يا شيخ بالنسبة عندي الولد كسب لك قطعة أرض وهو معي متزوج هو كسب لك قطعة أرض هل يحق لي مثلا الأشرك أخوانا معا في قطعة الأرض هذه في ملكها الأرض ملك له نعم الأرض ملك له نعم وطلق السكت عليها وهو ابنك نعم ما يجوز لك تعطي أخوانه من ماله حكم المبيت بميناء ليالي التشريق وماذا يعمل في هذه الليالي ليالي التشريق مأجورين يبيت بميناء ليالي التشريق ويعمل بها يصلي الصلوات المفروضة ويقوم ما تيسر من آخر الليل ويوتر ويشتغل بذكر الله وبالتكبير أيام التشريق يشتغل بالتكبير المطلق والتكبير المقيد في أدبار الصلوات نعم تفضل أخي أبو مازن من خبيس مشيق السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام تفضل كيف الحال يا شيخ؟ نفع الله بكم ويعلمك إن شاء الله آمين آمين بالنسبة لطال عمرك للسعي حاول طال عمرك أسعى في المسعى القديم وزحام واضطريك نسعى في المسعى هل يلزمني طال عمرك في دياء ومنع القبيل لذلك كيف الحال يا شيخ؟ يا أخي إذا إذا لاق عليك السعي في الدور الأرضي إصعد إلى الدور الذي فوقه والدور الذي فوقه المسعى واسع وأدوار ولله الحمد لا تبقى في مكان أو في دور من الأدوار وهو مزدحم نعم فضيلة الشيخ هذا يسأل يقول ما هي أشهر الحج ولماذا سميت بهذا الاسم؟ أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشرة أيام منذ الحجة هذا هي أشهر الحج سميت يا أشهر الحج لأنها يحرم فيها بالحج يعني من بداية شوال إلى قابل الفجر من ليلة عيد النحر كل هذا وقت للإحرام بالحج نعم هذا السائل يسأل يا فضيلة الشيخ عن الأضحية حكمها وإذا لم يستطع الإنسان أن يضحي هل يلحقه إثم في ذلك؟ الأضحية سنة مؤكدة ليست واجبة ولا تلزمه إلا إذا نذرها إذا نذر أن يضحي يلزمه بالنذر أما الأصل فهي سنة ومتأكدة سنة مؤكدة إلى قدر عليها أو حتى ولو استدان لها لأنها شعيرة عظيمة فيضحي مهما أمكنه ذلك نعم الأخ أبو عبد الله يسأل شيخ بالنسبة للإحرام بالأولاد والذهاب بهم إلى الحج أخشى أن لا يكمل الطواف أو السعي كيف يكون الإحرام لهم مأجورين؟ إذا نويت عنهم الإحرام إذا كانوا مميزين بلغوا السبع سنين فأكثر فيحرمون عن أنفسهم لأنها تصح منهم النية ويفهمون تجنبهم محظورات الإحرام ويحرمون إن كانوا ذكورا يحرمون كإحرام الذكور وإن كانوا إناثا يحرمون كإحرام الإناث ويطوفون معك ويسعون ولو محمولين إذا احتاجوا إلى الحمل وأما من دون التمييز فإنك تنوي عنه الإحرام وتجنبه محظورات الإحرام وتطوف به معك وتسعى به معك ويحضر معك المشاعر في عرفة وفي مزدلفة وفي ميناء وترمي عنه الجمار نعم أحسن الله إليكم ما المقصود بالرفث والفسوق في الحج الرفث هو التحدث بالجماع الرفث هو الجماع ودواعيه من الكلام واللمس وغير ذلك والفسوق هو المعاصي سميت فسوقا لأن الفسق معناه الخروج في اللغة سميت المعاصي فسوقا لأنها خروج عن طاعة الله عز وجل وهذا محرم في الحج وفي غيره لكنه من الحاج والمحرم أشد تحريما لأنه يؤثر على حجه ونسكه وقد يبطله إذا وصل إلى حد المبطلات نعم تفضل أخي حمد معنا على الخط السلام عليكم وعليكم السلام السلام كنا أكلم الشيخ تفضل تفضل السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام يا شيخ عمي توصى وعنده ترك خمسين ألف له ثلاث أخوان من أبيه وأخ وأخت من أمه وكيف توزيعهم على الأخوان الأخوان توصيهم كلهم يا أخي اذهب للمحكمة الشرعية وهي تنظر في هذا الأمر وتجري فيها أحكام المواريث ألا ما شرع الله عز وجل طيب أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا يسأل عن طواف الوداع ويسأل عن تقبيل الحجر ما حكم في الشريعة تقبيل الحجر سنة إذا أمكن بدون ضرر ومزاحمة وأما طواف الوداع طواف الوداع طواف الوداع طواف الوداع طواف الوداع طواف الوداع فلابد من طواف الوداع واجب من واجبات الحج لأن في الحديث أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض سؤال أيضا يختص بالمرأة يا شيخ ماذا تعمل المرأة إذا حاضت وهي في أيام ميناء لا بس إذا حاضت تكمل مناسكها إلا الطواف بالبيت فإنها تنتظر حتى تطهر من حائضها وتقتسل ثم تطوف وتسعى ولو بعد أيام الحج ولو في آخر الشهر إذا تمكنت من ذلك تفضل أخي مشاري من حائل سلام عليكم وعليكم السلام الله يحيي تفضل الله يعطيك لدي سؤالة بأس للشيخ تفضل السؤالي أنا متزوج لأربع سنوات وما حملت زوجتي وقال الآن حملت قبل الحمل حلفت أني قلت والله يعني إذا حملت زوجتي أني إن شاء الله أنا صوم تسعة شهور لين ولادت كل أثنين وخميس للوجه الله والآن لها أربع شهور وما صمت يعني ما أدري وش اللي عليه يا أخي يلزمك النذر يلزمك النذر نعم لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه وقال تعالى يوفون بالنذر قال تعالى وليوفوا نذورهم نعم بس الآن هي لها أربع شهور طيب الأربع شهور اللي سأتت وش تسوي فيها تصومها تقضيها أقضيها أحسن الله نعم شكرا يا أخي الكريم ونأخذ اتصال الأخ مساعد من الرياض تفضل يا مساعد السلام عليكم وعليكم السلام بغي تفلم الشيخ تفضل حد جاءنا العام الماضي أنا ومعي حرمة وبعد ما رمينا الجمرات الجمراء الأخيرة اللي هي ما رمت الحرمة رميتنا عنها الجمراء الأخيرة إلا كانت عاجزة إلا كانت عاجزة إلا كانت عاجزة حرمةهم عشايب وقلنا صعب المشي عليكم لأننا سنفع بعيد وحن نمشي على رجولنا أسمع إسمع إسمع يا أخي إلا كانوا عاجزين عن الرمي يوكلوك ترمي عنهم والحمد لله مثل ما ترمي عن نفسك أياك الله أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ عند الرمي ما الدعاء المشروع عند رمي الجمرات أن يقول بسم الله والله أكبر عند كل حصات نعم أحسن الله إليكم هذا الأخ عبد الله يقول كيف لي أن أفرق بين الإسم والصفة لله تبارك وتعالى الصفة مشتقة من الإسم كل إسم لله فإنه يشتق منه صفة مهل الرحمن اشتق منه صفة الرحمة العليم يشتق منه العلم البصير يشتق منه البصر وهكذا كل اسم لله يشتق منه صفة نعم الشيخ أيضا الأخ أبو عبد الله يستفسر عن عبارة يقول قول بعض الناس أحمد الله إليكم يخاطب أحدا من الناس هل هي عبارة فيها محظور عبارة نبوية هذه هذه عبارة نبوية مأثورة لا بس نعم يقول ورد في الحديث بأدن رسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام هل هذه الرؤية كرؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة نعم رؤية الناس لربهم في الدنيا لا يمكن الله لا يرى في الدنيا لكن يرى في المنام يرى في الدنيا في المنام كما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم وأما رؤية العين فهذه لا تكون للمؤمنين إلا في الآخرة يرون ربهم سبحانه وتعالى نعم ناخذ اتصال الأخ محمد من الرياض تفضلي أخي محمد السلام عليكم عليكم السلام ممكن أخلم الشيخ لفظم تفضل عندي سؤال قبل خمس سنين أخذت عمرة أنا زوجتي نعم وكنا يوم من المدينة حرمنا من المدينة ويوم حرمنا نوة هي الحرام وصلت ركعتين وبدأت نجاتها الدورة أنا ما أدري إيش عليها الحين ولا رحنا أنا رحت وكملت العمرة وهي ما راحت معي ولا أدري إيش عليها الحين ماذا عليها عمرة ولا عليها دم ولا شيء شكرا حاضت بعد ما أحرمت نعم ورفضت الإحرام نعم نعم لا يجوز لها هذا يجب عليها أن تؤدي العمرة إذا طهرت تؤدي العمرة التي أحرمت بها إذا طهرت أيوة هل اعتمرت بعد ذلك أو ما اعتمرت لا لا ما اعتمرت هذا أول عمرة لها إلى الآن ما اعتمرت لا 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 إلى الآن ما اعتمرت وجامعة زوجها يعني لها خمسة سنين كلام ذلك هذه يجزم عليها أمور أولا أنها تمضي في عمرتها الأولة وهي فاسدة بالجماع تمضي فيها وتكملها ثم ترجع إلى الميقات الذي أحرمت منه للأول وتحرم منه بعمرة جديدة قضاء للعمرة الفاسدة وتذبح فدية في مكة وتوجعها على الفقراء نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ذهبت إلى صاحبي غنم لشراء أضحية فوجدت عنده واحدة طيبة لكنها مكسورة القرن وأخرى أقل منها لكنها سليمة القرن أيهما أختار إذا كان الكسر الذي في القرن قليل لا يبلغ النصف يعني أقل من النصف لا بس تأخذ تأخذ الأحسن وإذا كان إن قرنها النصف فأكثر فهي لا تجزي نعم هذا نذر فضيلة الشيخ إذا جاءه ولد أن يذبح حاشيا فلم يذبح هذا الحاشي ولم يعق ما حكم ذلك يجب عليه ذبح الحاشي لأنه نذرة والوفى بالنذر واجب إذا كان نذر طاعة وهذا نذر طاعة وأما العقيقة فهي سنة إذا فعلها فله أجر وفيها خير وإذا لم يفعلها فليست بواجبة نعم شيخ صالح يعني في هذه الحلقة سئلنا كثيرا عن النذور الذين يذزمون أنفسهم بهذه النذور ثم لم يستطيعوا الإفابها ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر قال إن النذر لا يأتي بخير وفي رواية فلا تنذروا لأنه إذا نذر ورط نفسه ودخل في كلفة كان في سعة منها لو لم ينذر فإذا نذر وجبت عليه فيتجنب النذر من الأول لكنه إذا نذر نذر طاعة وجب عليه الوفاء به نعم أخيرا فضيلة الشيخ يسأل يقول إذا جمع المريض في بلده بين الظهر والعصر جمع تقديم هل له أن يصلي راتبة الظهر البعدية بعد صلاة العصر أو أنه وقت نهي بالنسبة له الجمع في الحضر لا يجوز إلا في حالة المرض أو في حالة الجمع بين المغرب والعشة في المطر أو الدحر فإذا جمع بينهما حيث يجوز له الجمع فيأتي بالراتبة بعدها نعم شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية ورفع ذكركم في الدارين شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على تواصلكم معنا في لقاء الأربعاء مع فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان هذه تحية من فريق العمل وهذا زميلي مخرج الحلقة نايف الكرشمي يتمنى لكم التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته